اهلا بكم يا شباف فيديو جديد انا كنت قلت لكم ان هعمل فيديو وهشرح فيه ميزة التغير المناخي واللي هتكون موجودة في Assassin's Creed Shadows والميزة دي بتراهن عليها شركة Ubisoft لانها واحدة من المميزات الجيلي الجديد فمن غير ما نطول كتير يلا بنا نبدأ في الفيديو قبل ما ابدأ شرح ميزة المواسم او ميزة التغير المناخي لازم الاول نعرف شوية معلومات عن خريطة اليابان او بمعنى اصح خريطة Assassin's Creed Shadows خريطة اليابان هتكون قريبة قوي من حجم خريطة مصر واللي كانت موجودة في Assassin's Creed Origins وفي الوقت ده اليابان كان اسمها اليابان الاقطعية لان كان موجود فيها اكتر من اقطعية والاقطعية دي علشان ابسطها عليك وشبه كده المحافظات عندنا في مصر واول مقاطعة فيهم هي مقاطعة ايجا ودي المقاطعة اللي موجود فيها النينجا واللي بطرت اللعبة الاساسن ناوي اتولدت فيها اما تاني مقاطعة هي مقاطعة اريما ودي المقاطعة الموجود فيها الساموراي وغالبا هنشوف فيها الساموراي ياسوكي اما تالت مقاطعة بقى هي مقاطعة اومي ودي كانت عبارة عن ارض زراعية كبيرة والخلاصة بقى من الكلام ده كله ان اليابان في الفترة دي كان فيها اصدهار في التجارة مع اوروبا والفئة اللي كانت مستفيدة بالموضوع ده بشكل كبير وهم الساموراي وعلشان كده كانوا دايما بيهجوموا على النينجا فانت في اللقبة هتلاقي مراكز تجارية كتير وهتلاقي كمان غبات وبرضو مناطق جبلية وفي الخريطة برضو هتلاقي اراضي زراعية كتيرة فمن الاخر كده خريطة اليابان هتكون متنوعة كده احنا اخدنا فكرة حلوة عن خريطة اليابان دلوقتي بقى نروح لشرح نظام المواسم او نظام التغير المناخي مبدئيا طول ما انت مستمر في اللقبة هتلاقي تغير في فصول السنة اللي هم الربيع والصيف والخريف والشتا طب حد هيقولي دي مش حاجة جديدة ما الجزء التالت برضو كان فيه تغير في الفصول الموضوع هنا مش مجرد تغير في الفصول وخلاص لا الموضوع هنا بيأثر بشكل كبير على الجيم بلاي وركزوا قوي في الحتة دي لان دي فعلا اجمت حاجة في اساسنز كريت شادوز يعني اول حاجة في فصل الصيف والربيع هتلاقي النباتات والاشجار الاوراق بتاعتها موجودة وكمان الجو هيكون مستقر والاعشاب هتكون طويلة جدا فهتقدر تستخبى فيها لكن هنا في مشكلة ان في فصل الصيف بالتحديد هتلاقي ان السامراي بيقطعوا الاشجار علشان يستفادوا منها وبالتالي ده هيصعب اسلوب التخفي انما في فصل الخريف هتلاقي النباتات والاعشاب بتموت وبالتالي مش هتقدر تستخبى فيهم واسلوب التخفي هيكون صعب جدا انما في موسم تساقط التلج فهتلاقي ان البحيرات اتجمدت وبالتالي مش هتقدر تستخبى فيهم كمان اممشي على التلج هيكون بطيق وشبه اساسنز كريت فالهالا لما كنا بنمشي على التلج في النرويج ولو حبيت تستخبى في أي سطح بيت فممكن التلج وقتها هيقع على الأرض وبالتالي الحراس هيحسوا بيك آخر حاجة بقى كانت موجودة بشكل كويس في أساسينز كريد ميراج لكن هنا هم طوروها وخلوها أحسن بكتير وهي الطاقس الديناميكي بمعنى إن أوقات اليوم كلها هتكون موجودة مش بس الصبح وبالليل وخلاص كمان الطاقس هيكون شبه لعبة ريت ديد بمعنى إن هيكون فيه ضباب ورياح وعواصف مرة واحدة وده هيسهل عليك عملية التخفي إن كل الحاجات دي هتشتت انتباه الحراس يعني أنا شايف بعد كل ده إن ميزة التغير المناخي فعلا هتغير اللعبة بشكل كبير وكان لازم أعمل الفيديو ده علشان تعرفوا إنها مش مجرد ميزة صغيرة وده كان كل شيء في الفيديو أتمنى لو عجبك المحتوى تدعمني بلايك واشتراك للقناة واشوفكم في فيديو جديد اشتركوا في القناة